أحسن الله إليكم أيضا يقول لي استفسار في حديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم نعم المراد بالهداية هنا هداية التوفيق والثبوت على الحق هذا فضل من الله عز وجل منه بها على من يشاء من عباده أي وفقه ويثبته على الحق وأما الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد فهي حاصلة لكل مخلوق لكل إنسان من كافر ومسلم ومن منافق ومؤمن كلهم هداهم الله بمعنى أنه بين لهم الحق ووضحه لهم ولكنه لم يوفقهم لقبوله الثبات عليه عقوبة لهم لما أعرضوا عن الله ولم يرغبوا في الحق لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الله لا يهدي القوم الفاسقي فزاء لهم حرمهم الله من هداية التوفيق والثبات على الحق